في المرحلة هذه تأصيام التدريجي ينسوا الطفل يكون تحت المراقبة صديق ولا مثلا قدر يكمل النهار كامل يكمل مش مشكل هنا وش كين أمور اللي لازم نحوسوا عليهم أسكو الطفل ما يوصابش بالغتيان بالدوخة كما احنا نقوله يعني نقص التركيز واسمه التعب الشديد كان صايم ولو عنده أعراض من الأعراض اللي كيتحكي عليهم الدوخة كاين ليعيا كاين تفكرتوا هذه الحكاية اللي كانت بزاف متداولة كي وربما كنت هنا في سنة العشر سنوات أنه طفل صغير وقع له سبعة سنين تمنى سنين وصوموه ماليه نعم ولحقت وقع له ثلاثة تلعشية ربعة تلعشية وقال هاني جي عاني حب لاكول هاني يعيت فقالت لو لوح ترقد ودخل في غيبوبة وقع له اي اكزاكتو ما على داولة بالضبط فنشفى أنه ما بليش لها صح ولا لا الحكاية هاداك الوقت نشفى أنها كانت متداولة أنه ما لازمش تصوموا الأطفال في سن كيكونوا في هذه السن فإنه نصحوا أيضا إذا كان عندهم عارض من هذا الأعراض إذا جالك طفل ويقول لك يعني 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 عيان ولا راني جي عام بزاف ولا راني داير يحبسوا سيان نعم يحبسوا سيان بسكو هنا في هذه المرحلة للفترة العمرية موش فرض يعني يعني هنا بشي تعود عليه بارك علش قلت لك على حساب الحالات كاباقة كين طفل يقدر ما يعاني من أي مشكل صحي في الحالة هادي يقدر يكمل يعني نهار كامل ولا عنده مشاكل صحية واحدة أخرى ولا مقدرش يعني هنا يدخل تاني في النظام الغذائي تاعه واشكلها واشماكله أسكو كلام ليح أسكو البنية تاعه تسمح له يعني أسكو الوزن تاعه عنده يتطابق مع القامة تاعه يعني هاد الأمور يعني مليح للأم كي تعرض الطفل تاحه على طبيب مختص باش يعني قبل فترة تسيين باش يشوف أسكو الوزن ما عندوش مشكلة في الوزن ما عندوش مشكلة يعني في الضغط الدموي تاعه ما عندوش فوقر الدم الحاد يعني يناني ميسيفاغ اللي تقدر مثلا يعني من سوء التغذية الطفل هذا ما كانش يكل من اللي حمق بليتو يعني عندوك ما قلتلك مارض السكري من النوع الأول هناك المارض آخر تاني لازم نتطرقوليه هي أمراض الكيلة بس كو عليحنا على بنا باللي الطفل في المارض هذا الكيلية تاعه تسحق الماء يعني لازم نمدوهم الماء بصيفة يعني مستمرة يعني ويسحق كمية كبيرة من السوائل يعني لازم هاد الشي تاني نعرفوه أسكو طفل قبل ما يصوم أسكو سحر مليح أسكو كلا مليح أسكو كلا وش لازم دار المخزون تاعه الغذائي اللي يسمح له باش يقابل توت إنجوني وهو صايم يعني هناك حسابات يعني كما قلتلك هي حالة بحالة في حالة ما إذا شافوا الأولياء باللي الطفل تحو مقدرش ما لازمش نسيفو عليه بسكو هذا قادر يجر عليه مضاعفته ومخاطر كبيرة كما قلتي غيبوبة بسكو على الغيبوبة السبب الرئيسي تحاول إبوغليسيمي نحن نعرفو باللي المخطع ناول الدماغ ما يقدرش يحمل يعيش بدون سكر بدون سكر القليكوز يعني ولا ما كانش تغذى مقبل المليح وما درش المخزون تاعه من السكر كما يلزم الحال أوتوماتيك مويتح في الإبوغليسيمي ولا رقد ما تفقلوش هذا هو المشكل يعني بعد ما تفقلوش بلي رح في غيبوب بايتو وهذا خطر كبير جستوما هنا يعني الطفل سوغتوي الأول مرة تعويصون فيها ويكون صغير لازم يوضع تحت المراقبة يعني لازم يعسوه لازم يشوفوا قاعد المضاعفات لينخافوا تكون عندو اللي تقول بلي لازم نحبسوه قصيا خصوصا أنه المخفي سن سبع سنوات ما زال كامل مكتامل يعني هو ماشي مكتامل ونزيد ونحوله عنصر أساسي اللي لازم يعيش به فحاجة ممكن أنا هتشك الخطر كبير على صحة خطر فالطفل صغير الجسم تعويص حق غيى الماء السوائل وهذه حاجة تهم بزاف يعني البنية تعول النمو تعوله بشي تحكمت وطلع جغني ما يصرلوش مشكلة على الجافاف